حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عمر بن أبي بكري بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه أن عمارا صلى ركعتين فقال له عبد الرحمن بن الحارث يا أبا اليقضاني لا أراك إلا قد خففته ما قال هل نقصت من حدودها شيئا قال لا ولكن خففته ما قال إني بادرت به ما أسهى وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يصلي ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها وتسعها أو ثمونها أو سبعها حتى أنتهى إلى آخر العدد حنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيبي بن أبي ثابت عن أبي البختري قال قال عمار يوم صفي نأتني بشربة لبأ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبأ فأتي بشربة لبأ فشربها ثم تقدم فقوتله حسنا عبد الرحمن حدثنا زياد أبو عمر عن الحسن عن عمار بن ياسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدر أوله خير أم آخره حسنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة يعني ابن كهيل عن أبي مالك وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنا عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء فقال عمر أما أنا فلم أكن لأصلي حتى أجيد الماء فقال عمر يا أمير المؤمنين تذكروا حيث كنا بمكاني كذا ونحن نرعى الأبل فتعلم أن أجنبنا قال نعم قال فإني تمرغت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فضحك وقال كان الصعيد الطيب كفيك وضرب بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بيهما وجهه وبعض ذرعيه قال اتقل لها يا عمر قال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره ما عشت عشت أو ما حيت قال كلا والله ولكن وليك من ذلك ما توليت حثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن حبيب عن أبي البختري أن عمار بن ياسير أتي بشربة لبا فضحك قال فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر شراب أشربه لبا حتى أموت حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول رأيت عمارا يوم صفين شيخا كبيرا آدم طولا أخذا الحربة بيده ويده ترعد فقال والذي نفسي بيده لقد قتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهذه الرابعة والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغوا بنا شعافات هجر لعرفت أن مصلحنا على الحق وأنهم على الضلالة محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نظرة قال حجاج سمعت أبا نظرة عن قيسي بن عباد قال قلت لعمار أرأيت قتالكم رأيا رأيتمه قال حجاج أرأيت هذا الأمر يعني قتالهم رأيا رأيتمه فإن الرأي يخطئ ويصيب أو عهد عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كفة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال إن في أمتي قال شعبة ويحسبه قال حدثني حذيفة إن في أمتي 12 منافقا فقال لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يليج الجمل الجمل في سم الخياط الثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم في صدورهم حثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر أن عمارا قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يدي فضمخوني بالزعفران فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب فقال أغسل هذا قال فذهبت فغسته ثم جئت وقد بقي علي منه شيء فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال أغسل هذا عنك فذهبت فغسته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكفر ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنوب ورخص للجنوب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر عن أبن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيامم فلم يدري ما يقول فقال عمار بن ياسير أما تذكر حيث كنا في صرية فأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا إنما يكفيك هكذا وضرب شعبة يديه على ركبتيه ونفخا في يديه ثم مسح به ما وجهه وكفيه مرة واحدة حدثنا حجاج حدثنا أبن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن عمار بن ياسير أبي اليقضان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك عقد لعائشة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر فتغيظ أبو بكر على عائشة فنازلت عليهم الرخصة في المزح بالصعودات فدخل عليها أبو بكر فقال إنك لمباركة لقد نزل علينا فيك رخصة فضربنا بأيدينا إلى وجوهنا وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب والآباط حدثنا أبن نمير حدثنا العلاء بن صالح عن علي بن ثابت ثنى أبو راشد قال خطبنا عمار بن ياسير فتجوز في خطبته فقال له رجل من قريش لقد قلت قولا شفاء فلو أنك أطت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل الخطبة حدثنا عبد الرزاق أخبرنا أبن جريج وروح حدثنا أبن جريج أخبرني عمر بن عطائي بن أبي الخواري أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسير زعم عمرو أن يحيى قد سمى ذلك الرجل ونسياه عمرو أن عمارا قال تخلقت خلوقا فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهرني وقال اذهب يا أبن أمي عمار فاغسل عنك فرجعت فاغست عني قال ثم رجعت إليه فانتهرني أيضا قال ارجع فاغسل عنك فذكر ثلاث مرات حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة أن عمار بن ياسير كان يحدث أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر معه عائشة فهلك عقدها فحبس الناس في ابتغائه حتى أصبحوا وليس معهم ماء فنازلت يمم قال عمار فقاموا فمسحوا بها فضربوا أيديهم فمسحوا وجوههم ثم عادوا فضربوا بأيديهم ثانية ثم مسحوا أيديهم إلى الإبطين أو قال إلى المناكب حنى سفيان عن عمر وعن عطاء عن عائش ابني أناس سمعه من علي يعني على منبر الكوفة كنت أجد المذي فاستحييت أن أسأله أن ابنته عندي فقلت لعمار سله فسأله فقال يكفي منه الوضوء حدثنا عثمان بن عمر قال ثنى يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة أن عمار بن ياسير كان يحدث أن الرخصة التي أنزل الله عز وجل في الصعيد فذكر الحديثة إلا أنه قال إنهم ضربوا أكفهم في الصعيد فمسحوا به وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا فمسحوا أيديهم إلى المناكب والآباط حفنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن سعيد المقبولي عن عمر بن الحكام عن عبد الله بن عنا متى قال رأيت عمار بن ياسير دخل المسجد فصل فأخف الصلاة قال فلما خرج قمت إليه فقلت يا أبا اليقضان لقد خففت قال فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا قلت لا قال فإني بادرت بها سهوة الشيطان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدوسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ترجمة نانسي قنقر